هي الواقعة الجديدة لا ده الموضوع قديم من زمان وإحنا دايما في مشاحنات والكلام ده داير من فترة طويلة جدا لكن هو يطرى فين قط المحامين بالمسألة دي أنا عايزة يخليكوا تشوفوا معايا كلمة قالها النقيب سامح عشور في يناير 2018 بيوصف فيها حال علاقة المحامي بالقضي وأعضاء النيابة وعلاقة المحامين بعضهم ببعض تعالوا نشوف سامح عشور قال ايه في يناير 2018 ونرجع تاني نكمل حلقتنا المحامات هي رسالة وطنية هي رسالة عليا للدفاع عن هذا الوطن والدفاع عن هذه القيمة ما تركوش محامين ما تركوش الثورة ولا تركوا بلدهم في كل الخطوات وفي كل المراحل كانوا يقدمون أنفسهم قربين لهذا الوطن والدفاع عن حقوقه وعن حرياته وعن دستوره وعن قوانينه وفي مواجهة كل استعمار بيقع على هذا الوطن أنا لا أريد في هذه المدخلة القصيرة أن أتجاوز فأنتحدث في أكثر من الموضوع لك أنا مستعد أن يكون هناك والأيام كثيرة أن نكون في كل دقاء موضوع جديد لمعنى المحامات وعلاقة المحامات بمن حولها علاقة المحامي بالمحامي علاقة المحامي بالقاضي علاقة المحامي بعضو النيابة علاقة المحامي بضابط الشرطة ورجل الشرطة علاقة المحامي بالموظفين والجهاز الإداري بالمحكمة علاقة المحامي بخصمه وخصم موكله علاقته بالمحامي الذي يتولى الدفاع عن خصم موكله كل هذه العلاقات المتشبكة علاقات المحامين بعضهم ببعض المحامين بأجيال مختلفة معلقتهم بالأجيال التي تعليوهم في الأقدمية وفي السن وفي الخضور وأيضا في الذين يظهرونهم في السن وفي الخبرة وفي الموضوع من أجل أن نخرج سويا بقيمة حقية تؤكد أن المحامين مستمرين الكلام ده كان في يناير 2018 يعني تقريبا دخلين على سنة ونقيب المحامين لسه بنتكلم لسه بنقول إنشاء ما فيش حاجة على الأرض حصلت بتقول إن المحامي والقاضي هتتحسن العلاقة بينهم يا باشا كان لازم يكون فيه مؤتمرات يكون فيه ندوات يكون فيه جلسات يكون فيه اجتماعات لقاءات مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء ووفد من نقابة المحامين أو نادي القضاء ونقابة المحامين يعني لازم كان يبقى فيه حاجة على الأرض حاجة نشوفها مش مجرد كلام حضرتك بتقوله للمحامين الكلام ده كمان لازم يوصل للطرف التاني للطرف التاني في المشكلة ما هو أنت بتكلمني كمحامي وبتقول لي أنت مشاكلك كذا وكذا 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 طب ما هو الناس التانية اللي أنا بيني وبينها مشاكل محدش بيقولها خليني أقولكو حاجة مهمة